خلينا نبدأ بقى محضراتكو وزي ما كنا منتكلم كده وزي ما حنفضل نقول مش عيب ان يكون فيه اوضاع غلط بتحصل لكن العيب ان احنا نستمر في هذا الوضع او ان انت يبقى ما عندكش حلول دايما الواحد لازم يفكر في حلول ما فيش حاجة اسمها اصلا انا ظروفي كده اصلا انا اللي حصل لي كده فانا خلاص انا حقبل بالوضع زي ما هو عليه ابدا النادي الاهلي عمره ما بيعمل ده النادي الاهلي حتى وان كان اوقات بيعمل اخد قرار غلط بيمر بالظروف مش حلوة بيبقى عنده سميها زي ما تسميها يعني موسم استثنائي لكن سرعان ما بتلاقي ان بيرجع مرة تانية يقف على رجليه وبيتخذ القرارات السليمة اللي بتكون في الاول في الاخر مفروض لصالح هذا الكيان فيمكن الفترة اللي فاتت اه يعني بغد النظر بقى عن ظروف اللعب والمطشاط واللعيبة والضغوطات النفسية والبدنية وغيره من اللي احنا مرينا فيها والجداول الغريبة والكلام لزي كده بس انت يمكن ربما لما حصل اختيار لمدير فني للاعب لأي شيء او لأي حد بتلاقي ان لا يليق او بتلاقي ان مش بيخدم النادي الاهلي مش بيخدم طموح النادي الاهلي مش بيخدم طموح جماهير النادي الاهلي سرعال ما لازم تكون بتصلح هذا القرار ويمكن ده المجلس الادارة سعى لي باسرع شكل ممكن احنا داخلين على موسم جديد تاني مش مهم اللي فات دايما احنا بنبص لقدامه ومش مهم اللي فات عشان مش هو يا كريم وحش مش مهم اللي فات احنا بنقوله حتى واحنا فيزين ايام الثلاثية لو حضراتكم فاكرين كنا معاكم على الهوى هنا الناس كانت بتتكلم ها يلا اللي بعده واقلب الصفحة واقلب الصفحة معين على فترة فيه ناس بتقعد في الصفحة دي كتير يعني فيه ناس بتحب الصفحة ويعودوا فيها شهور او الله يبقى اكلم حضراتكم زي ما انتوا شايفين على الصحة فاحنا مش كده احنا عندنا الصفحة بتتقفل وبنبص لقدامنا وبنبص لقدامنا بفكر جديد وتطوير وبعالج اللي فات وببص انا عايز احقق ايه في اللي جاي هو ده النادي الاهل فمهما حصل من اخفاقات في الفترة اللي فاتت احنا بإذن الله بنستعد ليه موسم جديد موسم بإذن الله يكون قوي وبالمناسبة يا كريم احنا عايزين موسم فيه تنافسية يعني احنا واثقين ان الاهلي هقف على رجليه مرة تانية لكن في نفس الوقت انا عايز اشوف برضو فرق تقيلة بلعبها يعني قصة مش قصة ان انا داخل براهن على ان الفرق التانية تبقى مش كويسة او غير وعمر من نادي الاهلي كان كده ابدا نادي الاهلي بيخش وعايز تنفسية لان هو عارف هو كبير وعارف ان هو يعني مش هنتكلم بقى بلغة الاركام لغة الاركام معروفة للجميع يعني شو نعد عيدها فبإذن الله خير جدا انا مبسوطة من اللي بيحصل يا كريم نتمنى بس يبقى فيه طبعا واثقين انه هيكون فيه اختيار لمدير فني يليق بكاسفي يليق بطموح يليق بهذا الكيان وبتاريخ هذا الكيان والنجاحات والبطولات لان طبعا الفترة اللي فاتت كانت غريبة خلينا نكون صرحة الفترة اللي فاتت كانت غريبة جدا نتمنى ان هي لا تعود مرة تانية او حاجات ممثلة زيها وانتي بتكلمي في حتة ان احنا مش بنقف عند اي بطولة بتنتهي فعلياتها سواء فوزنا بها او ما فوزناش انا عملا بتسم ليه لان احنا كان دايما الجملة بتاعت اقلب الصفحة احنا يعني بقالنا مثلا سنتين بتقدم البرنامي ده في القناة كل مرة يبقى في حدث ماء ويا مكتر الاحداث الحلوة اللي حصلت على مدارات سنتين اللي فات ودوري وكاس ودوري ابطال وبرونزيت كاس عالم مرتين كل مرة نبقى جايين واكسايت جدا وعايزين نتكلم في التفاصيل فيتقلنا ما معناه ايه لبي الصفحة ايه ايه لبي الصفحة طب سيبونا نفرح شوي فهو ده ده توجه عام فعلا عند النادي الاهلي وعند القائمين على النادي الاهلي وعلى فكرة حتى عند جماهير النادي الاهلي من كتر ما النادي الاهلي بيشارك فيه كل البطولات المحلية والاقليمية وحتى العالمية المتاحة فبطبيعة الحال ده توجه عام عند كل اللي بينتمي للنادي الأهلي فكرة الندال عادي بتاعنا ونبص دايما على اللي بعده اللي بعده ده النظام في النادي الأهلي على كل أحوال أكيد إحنا عندنا أخطاء لازم يتم تداروكها وده اللي بيحصل بالفعل في هذا التوقيت وفي حاجات برا نحن يعني مثلاً يعني على سبيل المثال أهم شيء في إنجاح أي يعني بطولة أو أي دوري في العالم هو تحديد موعيد سبتة للمسابقة وتحديد فترات توقف لراحة اللاعبين اللي هما دايماً العنصر رقم واحد في المنظومة أو في الحدوطة دي إحنا دخلنا المرحلة الأخيرة من الدوري عندنا كمية إصابات يتفتح بمجابها مستشفيات أساسة مش عايتين نرجع للكلام يعني حالة تشبيت ده أو الله صحيح بس صح تصدق فعلاً أنت كان أكتر من تلتين حاجة كانت غريبة جداً يعني كل ما فعلاً كل ما تشتلاقي إصابة عن اللي قبلها كل ما تشتلاقي إصابة تاني عن اللي قبلها ده غير فعلاً العمليات اللعيبة دخلوا فيها ما تجمعتش قبل كده في موسم واحد ده اللي أنا عايز أقوله يعني بتحصل بس مش كل ده في موسم واحد يعني طبعاً موسم غريب على كل الأحوال موسم غريب على كل الأحوال هنقول إيه يعني هنقول مش هنرجع مرة تانية نقول نفس الكلام إحنا هنقول بدال ويعني هنقول أن الدفاعات مات وتجربة وعدت صحيح أن إحنا أكبر المتضررين من اللي كان حاصل ده ومن ضغط المسابقات أو يعني المسابقة طول فترة اللعب اللي امتدت لحوالي سنة كاملة عشان كده بنقول من دلوقتي عايزين نقطة نظام يا أخوانا وإن شاء الله يعني نبقى زينا زي كل دوريات العالم بالمناسبة مش معقول تكون كل دوريات العالم ابتدت بالفعل والدنيا ولعة في البريمير ديج وفي الليجة وفي الكاليتش وإحنا لسه منتظرين ناخد أجازة إحنا كلنا ثقة في المسؤولين وقائمين على الرياضة المصرية ولا سيامة كرة القدم إن شاء الله أنهم يعني يصححوا الوضع ونمشي في التراك الطبيعي المنطقي العقليني اللي كلنا بنسعليين بإذن لكريمو